بسم الله الرحمن الرحيم أسعد لأوقاتكم أعزائي الطلاب أخذنا يا رابع في الحصة الماضية درس وحدات قياس الطول وتعلمنا أن وحدات قياس الطول هي من الكبير للصغير رح تكون ترتيبها كيلو متر متر ديسيمتر سانتيمتر مليمتر من الكبير للصغير وتعلمنا كيفية تحويل بين هذه الوحدات وكان معكم واجب مسائل صفحة 85 رقم 1 و 2 و 3 و 4 خلونا نحلهم مع بعض وبيحكي لنا السؤال الأول 29 سانتيمتر كم تساوي بوحدة المليمتر طبق منكم تكونوا حافظين الترتيب للوحدات قياس الطول وأنا قبل ما أبدأ أحل بدي أراجع معكم الترتيب كالتالي رح أرسم هذا الشكل بشكل درج أول درجة وهي أعلى شي رح أحط عليها أكبر وحدة وهي الكيلو متر ورح أنزل الدرجات لتحت وأحط عليهم الوحدات من الكبير إلى الصغير كيلو متر أعلى شي بعدين أقل منها متر ديسيمتر سانتيمتر مليمتر لحتى أنزل على الدرجات درجة درجة لازم أعمل عملية حسابية فمن كيلو متر إلى متر رح أضرب في ألف رح أضرب في ألف أطلع على الدرج يعني من المليمتر إلى السانتيمتر وإلى الدسيمتر إلى المتر إلى الكيلو متر بطلع رح أجري عملية القسمة تقسيم عشرة ومن سانتيمتر إلى ديسيمتر أيضا تقسيم عشرة من ديسيمتر إلى متر تقسيم عشرة وآخر شي آخر درجة من متر إلى كيلو متر تقسيم ألف بس آخر درجة اللي هي تقسيم ألف باقي الدرجات إذا حفظتوا الترتيب الصحيح بنزول ضرب عشرة وطلوع تقسيم عشرة نيجي لحل السؤال إتمطلوب التحويل من وحدة سانتيمتر إلى مليمتر وهذه الوحدة من سانتي إلى ملي يعني بدي أنزل نزول على الدرج إذا بدي أعمل ضرب عشرة بأخذ الرقم تسعة وعشرين بضرب في عشرة بيعطيني الجواب ميتين وتسعين والوحدة مليمتر إذا الجواب ميتين وتسعين السؤال اللي بعده كم تساوي بالكيلو متر يساوي سبعين ألف متر إذن المطلوب تحويل من متر إلى كيلو متر نيجي على الدرج من متر إلى كيلو متر بدي أطلع أطلوع على الدرج إذن رح أقسم على على الألف إذن بأخذ الرقم الموجود في السؤال سبعين ألف ألف وروح أقسم على ألف كم يساوي سفر بروح مع سفر في المقام سفر في الباص مع سفر في المقام وأيضا سفر في الباص مع سفر في المقام بصير سبعين تقسيم واحد سبعين والوحدة كيلو متر إذن نحط الجواب سبعين كيلو متر اللي ما عرف كيف راحت هايا الأصفار تجري عملية التبسيط أو الكتابة في أفسط صورة بقسم الباص على ألف والمقام على ألف بتبقى عنا فقط في الباص سبعين وهو الجواب نجي للسؤال اللي بعده ثلاثة ثلاثين ديسيمتر إلى سانتيمتر نرجع للدرج هاي الديسيمتر نحولها إلى سانتيمتر رح ننزل على الدرج نزول إذن رح نعمل عملية الضرب ناخد الرقم ثلاثة وثلاثين نضربه في عشرة ويساوي ثلاثمية وثلاثين سانتيمتر إذن الجواب ثلاثمية وثلاثين آخر سؤال كان معنا في الواجب تسعة متر كم تساوي بالسانتيمتر هذه وحدة المتر وهذه وحدة السانتيمتر لاحظوا يا خامس من سانتي إلى متر كم درج نزلنا؟ واحد اثنين إذن ضرب عشرة ضرب عشرة يعني نضرب العشرة في مرتين يعني نضرب في مية ناخد الرقم تسعة ضرب عشرة ضرب عشرة ويساوي تسعة ضرب مية ويساوي تسعة مية والوحدة سانتيمتر إذن رح يكون الجواب تسعة مية سانتيمتر أما إذا كان التدريج حسب الموجود في الكتاب حطنا أنه من المتر إلى سانتيمتر مباشرة ضرب مية نضرب في مية مباشرة ويعطينا الجواب تسعة مية سانتيمتر يعطيكم العفو وبتمنى تكون إجاباتكم صحيحة ويعطيكم ألف عافية